كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح زراعيها لأشقائها من السعودية باعتبارها سوقا واعدة كبيرة وأكيدا أن هناك أكثر من 210 مليون مواطن وضيف على الأرض مصر وهناك طاقات كبيرة للغاية مصر تفتح زراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية مصر سوق واعد وكبير جدا في أكثر من 110 مليون مواطن وضيف على مصر سوق كبير وواعد هناك طاقات كبيرة جدا قوة بشرية عمالة الحقيقة مواد خام موجودة التكلفة الاستثمارية تعتبر قليلة وبالتالي إن شاء الله كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لحضراتكم وأخيرا وليس آخرا معالي وزير الاستثمار أعلن عن أن في وحدة حتنشأ في وزارة الاستثمار مباشرة خاصة بالاستثمار من أشقائنا في المملكة السعودية ولكن أنا أيضا بأكد لحضراتكم مكتبي شخصيا مفتوح لاستقبال أي حد منكم في أي وقت وأنا حريص على هذا الموضوع إن شاء الله شكرا